تواصل قوات اللواء الأول حرس حدود تقدمها في المناطق الصحراوية المحاذية للشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية نحن الآن تحديدا في منطقة القفال هذه المنطقة التي تبعد عن الشريط أو عن الخط الدولي ما يقارب 7 كيلو فقط يفصل عن هذا الخط الدولي الذي يربط المملكة العربية السعودية باليمن يقف إلى جوارنا العميد هيكل حنتف قائد اللواء الأول حرس حدود يحدثنا عن استراتيجية المعركة وعن أيضا ما حققه هذا اللواء من تقدم داخل هذه المساحات الصحراوية في الحدود السعودية اليمنية نحن على مقربة من الزفلت ما يقارب 7 كيلو و8 كيلو بخلفي تماما جبال الأجاشر وهو معسكر من معسكرات التدريب للعدو استطاع اللواء بفضل الله أن يحقق إنجاز في فترة قياسية بسيطة دخل في عمق الأراضي اليمنية وحررها تحرير تام وأمنها تأمين تام لما يقارب 40 كيلو أمن ما يقارب 70 كيلو على الشريط الحدودي أصبحت القوة ملتحمة مع القوة المتواجدة في البقع ولذلك يضرابط الآن محور الجوف مع محور البقع عبر الشريط الحدودي في المنطقة السحراوية باقي معنا أن نلتحم وإياهم عبر المناطق الجبلية المحاذية التي تراها الآن خلفي إذن كما سمعنا إلى ما قاله العميد هيكل حنت في هذه المناطق السحراوية كما تشاهدون بإمكان الكاميرا أن توضح بعض هذه المواقع التي سيطر عليها قوات اللواء الأول حرس حدود في هذه المناطق السحراوية المحاذية لصعدها أيضا من جهة البقع وأيضا على مقربة من جبال اليتمة هذه الجبال التي سيطر عليها ما تزال فيها قوات الميليشيا الحوتي والمقلوع الصالح علي الجرادي قناة بلقيس جبهة اليتمة